وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 527 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 276 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية هذا وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 25 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة وضبط أكثر من 237 طن في مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض كما تم ضبط أكثر من 13 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فضلا عن ضبط 722 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 200 وقضية واحدة خبز ناقص الوزن و241 قضية خبز غير مطابق للمواصفات يأتي ذلك فيما تم ضبط ست قضايا في مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف بمضبطات بلغت أكثر من 35 طن ترجمة نانسي قنقر